هي الديمقراطية كما لم ترى من قبل انتخابات ينقلب عليها أركانها أنفسهم ويتبادل المتنافسون فيها اتهامات بالتزوير والخداع ولأنها ديمقراطية تشرف عليها إيران بعد أن أقامتها أمريكا فإن الصراع فيها لا يكون بصناديق الاقتراع فقط بل بالسلاح والتهديد بالفوضى هنا المنطقة الخضراء ببغداد بعد أسبوعين من الانتخابات الميليشيات تقتحم أول خطوط الصد للقوات الحكومية وتعسكر أمام بوابات الجسر المعلق اعتراضا على نتائج الانتخابات حصة الميليشيات وتحالف الفتح في مقاعد البرلمان ذهبت إلى أحزاب وميليشيات أخرى وتلك العقد التي وقف عندها منشار العملية السياسية وهو مشهد اعتاد العراقيون رؤيته بعد كل انتخابات إذ يندلع صراع محموم على المناصب والوزارات ينتهي غالبا باتفاق تقاسم مصالح بين الأطراف المتصارعة الإطار التنسيقي الذي جمع الأحزاب والميليشيات الخاسرة في الانتخابات بدأ يهدد بالتصعيد ويلوح بسلاح ميليشيا الحجد التي تعتبر جزءا من الدولة بحسب قرار من البرلمان فإذا بها تنقلب على الدولة وتهدد بإسقاطها إن لم تنل حصتها من الكعكة مشاهد تجمع ناصر الميليشيات أمام بوابات الخضراء يعيدوا إلى الأذهان ذات المشاهد لكنها لمدنيين لا يريدون اشتراكا بالحكم بل نادوا بحقوقهم فقط فتصدى لهم قناصة الميليشيات ورصاص القوات الحكومية خلال ثورة تشرين والتي قدمت أكثر من ألف ضحية وهو اليوم المتهم بالقتل يتظاهر مدعيا السلمية ومهددا بالسلاح كل تلك المستجدات تعكس مدى واقعية وصواب قرار المقاطعة الشعبية للانتخابات فأي نتيجة تنتظر منها والعراق بين فكي كماشا أحدهما الفساد والآخر الميليشيات والأخيرة لا تمثل خطرا على أمن المواطنين الشخصي فقط بل تتباهى بمقدرتها على إسقاط الدولة ككل واستلام زمام حكم العراق ترجمة نانسي قنقر